هذا فيه رائع غنم يقول فيه ذيب من منطقتنا ويجي لامناصر لمحنم فيه وعندي رائع ينام بعد صالة العشاء ونومه ثقيل لو تطقت نكع عند راس ومقام يشيله طرف صغير ويروح وبتل على هاتطريقة وعندي لي سلبن مثل سلابة المدينة تعرفون سلابة المدينة لا منه لحك بدأ ينابح ولو قفت هج هذا لا شاف الذيب دخل تحت الوايس والبد والذيب على طريقته لا خذ له فترة جاء وهجم على الغنم وخذ له طرف صغير وبتل يقول ازعجا رفعت الشبك وما بفايدة بدأ ينطى الشبك غطيت الشبك كله حق الغنم وبدأ يحفر من تحت الشبك ويدخل عليهم ويأخذ له الطرف صغير ويروح ويغيب عنه فترة ويجي كل شيء سويته وبدأت اجي انا وقعد بسيارتي احترية قد يجي ابدأ تخلص منه يقول سبحان الله الذيب شكله يشمى الانسان لا صرت موجود وجاعدا عند حلالي بسيارتي اترصد له ما جاء لا صرت منابه وليجيت من باتر قال العامل ان الذيب ترجاء واخذ له طرف ويش اسوات مع الذيب ويقول سير علي رفيزلي وعلمه بسالفه قال عندي لك طريقة سهلة لا تكلف عليك وهي باذن الله تبتت فيك هذيب عطنا السيرف يا ربنا اخي قال جبلك مسجل وسجلك شريط سلابة منها بواحد مجموعة سنبح سجله حطلك سماعة صغيرة حطها مسجل وعلقه بخشبته من جنب الغنم خلوا طول اللي يشقا ما غيرها سلابة نابح لا يابن ناكل ولا يابن شي ما غير حجار تصرفه بالشهر مرة والله الفكرة جيدة ودخلت مخي وشويته يقول سبحان الله عقل ما شويته هال سلابة نابح طول الليل وتلابة قشرة صوته يقول ما شفت الذين يقول لا مني صرت موجود وصارت كامرة اشوفه من بعيد يدور فوق هكا الجال بس يدور فوق هكا الجال من بعيد يقول سليم نمنوف بها الطريقة دقي انا طريقة سهلة يقول حتى الغنم توالفا مع الصوت منول يجفلن لأنه بجنبهن وصوته قوي وكان يجفلن لكن بعد فترة توالفا حتى الراعي توالف مع الصوت من قوة الصوت وصارنا مرتاح فهذه الطريقة يوم سويناه دقينا فيها خيض افتكينا من ذيب ومن شره هذي من سواليف الاذيابة للحلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر